في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات إجلاء ديبلوماسيين وأجانب وأفغان في ظل ظروف صعبة في كابل حيث أقيم جسر جوي هائل منذ الأحد تشارك فيه طائرات من جميع أنحاء العالم في مطار كابل الذي أحكمت طالبان سيطرتها على محيطه كشف تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأمريكية والأطلسية رغم وعودها بعدم الانتقام من معارضيها وأشار التقرير إلى أن طالبان وضعت قوائم ذات أولوية للأفراد الذين تريد توقيفهم حيث قامت بزيارات مفاجئة لمنازلهم ومنازل أسرهم وأوضح التقرير أن الذين كانوا يشغلون مناصب رئيسية في صفوف الجيش الأفغاني وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات هم الأكثر عرض للخطر كما أكد التقرير أيضا أن عناصر طالبان يدققون في الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابل وأعقاموا نقاط تفتيش في المدن الكبرى بما في ذلك في العاصمة